السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزل القرآن الكريم دفعة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا على مدار بدء وعشرين سنة وترتيب الصور في المصحف الشريف وترتيب الآيات في الصورة الوحدة وفقا لحكمة إلهية عظيمة وإحنا بأننا فترة نتحدث عن آيات أحكام الطلاق في صورة البخرة ولكن الله عز وجل قطع الحديث عن آيات الطلاق بذكر الصلاة فلماذا القطع ولماذا الفصل؟ لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليس في راحة بل هو في خضم صراع وشقاء وكد ومشقة فكان لابد من لحظات للراحة والاطمئنان والسعادة من الهموم والأحزان وكان أول من فطن إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا حزبه أمر أي أحزنه وأصابه بالهم صلى وكان دائما ما يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها فهل نحن من الفريق الذي ينظر إلى الصلاة أنها مصدر للراحة والسعادة والطمئنينة أم من الفريق الآخر الذي ينظر إلى الصلاة أنها تكليف شاق ومتابة هل نحن ممن حافظوا على الصلاة أم ممن ضيعوها حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقول الله قانتين حافظوا أيها المسلمون على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على آدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وحدودها سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها ولماذا قال الله تعالى حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوا الصلوات وذلك لأن حافظوا على وزن فاعلوا أما حفظوا فعلى وزن افعلوا وحافظوا أبلغ وأقوى في المعنى من احفظوا فيكونوا من معاني حافظوا على الصلوات لا تضيعوها ولا تناموا عنها وتهيأوا لها وأدوها على أكمل وجه ومن ذاق حلاوة الصلاة بالقرب من معية الله كان أقدر أولى أن يتمسك بها أكثر وحافظوا على الصلاة الوسطى والفضل فما هي تلك الصلاة؟ هل هي صلاة الفجر أم صلاة العصر أم غيرها؟ هي صلاة العصر إن شاء الله قال بذلك جمهور الصحابة وجمهور التابعين من العلماء واسئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الصلاة الوسطى فقال كنا نراها الفجر أو الصبح حتى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله كبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابة الشمس وهي صلاة العصر وسمعتها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترق صلاة العصر حبط عمله فلا مجال لأي قول بعد قول رسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أكان الصحابة في أول الأمر يتحدثون ويتكلمون في صلاتهم فنزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فنهوا عن الحديث والكلام أثناء الصلاة وقوموا لله في صلاتكم ساكتين خاشعين خاضعين ذليبين وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول الكنوت جزاكم الله خيرا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين شكرا شكرا اشتركوا في القناة